مين يا ترى؟ مين يا ترى؟ رئيس لجنة الحكام بعد كلاتنبرج مين يا ترى؟ رئيس لجنة الحكام بعد كلاتنبرج ميلو بريرا؟ ميلو بريرا؟ برتغالي ميلو بريرا رئيساً للجنة الحكام المصرية خلفاً لكلاتنبرج مقابل 15 ألف دولار شهرية اتحاد الكرة توصل لهذا الاتفاق مع الحكم البرتغالي الأسبق ميلو بيريرا لتولي مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية زي ما قلت لكم مقابل 15 ألف دولار شهريا خلفا ليك لاتن بيرج اللي تقدم بيه استقلته بيه ده الوضع الحالي عايزكم بقى ايه كل التفاصيل الممكنة احنا لسه الخبر جاينا عاجل دلوقتي التفاصيل الممكنة في هذا الأمر بيتور مانويل بيريرا بيتور او مانويل ميلو بيريرا هو الحكم او رئيس لجنة الحكام الجديد الحكم البرتغالي الأسبق هو موليد 21 ابريل 1957 اللي صورته أمام حضراتكم تولد فيه لشبونة وهو حكم كرة قدم برتغالي دولي سابق حكم في كأس العالم 1998 وكأس العالم 2002 وحكم في كأس العمم الأوروبية عام 2000 ده الحكم او رئيس لجنة الحكام الجديد مرة أخرى خلفا ليه مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام الله أسبق نتمنى له التوفيق يا رب التوفيق يا رب التوفيق ليه والمسندة والدعم من اللي بيتسموا اللي بيتسموا أسرة التحكيم لو سمحتوا نبقى أسرة التحكيم مع الراجل ننجحوا لمصلحتنا كلنا ولمصلحة أسرة التحكيم من الراجل ينجح بما أنه خلاص بقى موجود لو سألتني عن رأي لو سألتني عن رأي شايف أنه وجوده وأنا قلت الكلام ده قبل كده مع الدكتور إيهاب الكومي يقعده مجلس دارة اتحاد الكورة في مداخلة لو سألتني عن رأي وجوده في هذا التوقيت ما لهش قيمة كبيرة القيمة الوحيدة لوجود الراجل البرتغالي الجديد ده أنه هيشيل شوية ضغط على اتحاد الكورة هيشيل شوية ضغط من على اتحاد الكورة بس هيل حيعمل الراجل ده يعني الرئيس لجل الحكام قبل ما يحفظ الحكام وقبل ما يشتغل على الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة ويشوف من الحكام الجايدين ويرائبهم ويقول لهم أخطاهم كل ده هيكون الموسم خلص هيكون الموسم خلص فضل الأربع شهور ولا حاجة هيكون الموسم خلص فمشي يرفع الضغط عننا شوية وممكن نبصرها من جانب إيجابي آخر أنه ياخد الأربع شهور دول أنه يتعرف على اللي بيحصل في التحكيم والضغط والشغل اللي بيحصل في الكرة المصرية ويبدأ بقى زي ما يقوله كده على نظيف الموسم اللي جاي نبدأ بقى شغل محترم شغل محترم إن شاء الله يعني ماشي